إذن مشاهدين نعرض وإياكم هذه المشاهد لصور اعتراض في سماء إيلات اعتراض لمسيرات أو سواريخ من المرجح أن تكون أطلقت من اليمن إذن هذه الصور تظهر عمليات اعتراض في سماء إيلات دون تفعيل لصافرات الإنذار ومرجحا تكون هذه المسيرات والسواريخ قد أطلقت من اليمن على كل المشاهدين لمعرفة ما يجري تحديدا في إيلات ينضم إلينا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا وسهلا بك زياد معنا لتضعنا في تفاصيل ما يجري الآن في إيلات قبل نصف ساعة تقريبا قامت قطع بحرية إسرائيلية سفينة سعر 6 بإطلاق صاروخ من القبة البحرية الحديدية كما تسمى تجاه هدف جوي على ما يبدو قد يكون صاروخ كروز موجه عمليا جرى اعتراضه فوق خليج إيلات وفق المعلومات لدينا بدون أن تفعل صفارات الأنذار في إيلات لكن الناس هناك سمعوا ورأوا الانفجارات فوق خليج إيلات التقديرات الأولية على الأقل بأن ذلك قد يكون بفعل إطلاق صاروخ من قبل الحوثيين قبل نحو ساعتين سبق وانكشفنا بأن الحوثيين وفق المعلومات أعدوا عددا من المسيرات والصواريخ الموجهة لإطلاقها على إسرائيل هذا ليس مرتبطا بالرد الإيراني الذي رأيناه بالأمس هذه عبارة عن عودة إلى الاستهدافات المتكررة التي تحدث تماما كما يحدث من الجبهة الشمالية من قبل حزب الله طيب زياد لحد الآن لم يؤكد هي مرجح بأنها تكون قد انطلقت من اليمن ولكن هل هناك أي تصريحات رسمية ولماذا لم تطلق صفرات الإنذار؟ لم تطلق صفرات الإنذار لأن الاعتراض كان فوق البحر وليس فوق منطقة مأهولة بالسكان على ما يبدو لم يريدوا بث الرعب بين السكان وبالتالي جرى الاعتراض في تلك المنطقة لا توجد تصريحات هذه الأمور تحدث في إيلات عمليا منذ أشهر هذا المشهد ليس جديدا على المدينة من خلال مسيرات وسواريخ كروز موجهة تطلق من اليمن في أغلب المرات وفي بعض المرات تطلق من العراق عبر الميليشيات التابعة لإيران لكن التقديرات الأولية كما قلت قبل قليل بالنسبة لإسرائيل أن الأمر ليس مرتبطا بما رأيناها بالأمس هذا ليس لديه الآن علاقة بالرد الإيراني بالأمس وإنما هذا يعود إلى الإطار المواجهة الدائرة والحثيون يطلقون بين الحين والآخر صواريخ موجهة ومسيرات طيب في انتظار اكتمال المشهد زياد ما الذي أفصح عنه بشأن هذا الاجتماع في مجلس الحرب هناك تفاهمات وتبيونات بشأن رد الفعل المرتقب من إسرائيل على هجمات إيران أمس هذا صحيح وفق مصدر سياسي في إسرائيل إسرائيل تميل للرد على إيران في العمق الإيراني لكن طبيعة هذا الرد والموعد قد يترك لمزيد من البحث هذا لا يعني بأنه لم تقر الخطط المتعلقة بذلك المعلومات تتحدث عن وجود خطة معدة سلفا من قبل إسرائيل لمثل هذا الموضوع في إطار النقاشات التي دارت في المجلس الحربي الإسرائيلي اليوم وأمس أيضا كان هناك تحذير من أيضا بعض الوزراء من أن إسرائيل قد لا تملك الصورة الاستخباراتية الكاملة والوزير الذي تحدث عن ذلك استشهد بأن إسرائيل عمليا عندما اغتالت الجنرال الإيراني والضباط التابعين للحرس الثوري لم تكن لديها أي معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران ستطلق من أراضيها صواريخ ومسيرات كانت مفاجأة بالنسبة لإسرائيل القرار الإيراني وليس ما رأيناه بالأمس إسرائيل كان لديها معلومات عند انطلاق المسيرات وما إلى ذلك لكن حقيقة أن إيران ذهبت إلى قطع هذا الشوت واجتياز خط أحمر بإطلاق صواريخ من أراضيها لم تكن هذه الصورة الاستخباراتية لدى إسرائيل ولهذا هذا الوزير حذر من أنه إذا قامت إسرائيل بضربة في العمق الإيراني ليس هناك معلومات استخباراتية كاملة حول ردة الفعل الإيرانية هل تكون احتواء؟ هل تكون رد فعل عادي كما حدث بالأمس؟ أم قد تكون حرب إقليمية متدحرجة تستمر سنوات؟ طيب زياد ما المتداول إعلاميا في إسرائيل حول سيناريوهات الرد الإسرائيلي؟ ما المرجح حولها؟ هل تتجه نحو التصعيد؟ أم أن هناك سيناريوهات مضبوطة وفق حسابات ما؟ هناك محددات لهذه العملية العسكرية بات واضحا الآن بأن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل ما تريد في هذه الضربة التي قد توجهها لإيران بدون التنسيق مع الأمريكيين والأمريكيون لا يريدون تصعيدا نوعيا يريدون أمرا قابلا للاحتواء شب الفوري وعدم إدخال حزب الله في الحرب الإقليمية بشكل حقيقي بمعنى إطلاق صواريخ دقيقة على أهداف استراتيجية في إسرائيل وفي المنطقة وما إلى ذلك ولهذا التقديرات بأن إسرائيل قد ترد بنفس الطريقة بمعنى استهداف نطرات أو مواقع عسكرية للحرس الثوري الإيراني وبالتالي ليس أكثر من ذلك كما كان مثلا مخططا مفاعل نووي وما إلى ذلك لاحظنا بأن إيران عمليا وجهت إلى محيط ديمونة ولكنها لم تستهدف المفاعل النووي الإسرائيلي لأنها لا تريد أن يستهدف ناتانز والمفاعلات الأخرى في إيران ولم تستهدف مثلا منشأة البترول الإسرائيلية لأنها لم تريد أن تستهدف إسرائيل أيضا منشآت إيرانية نفطية وما إلى ذلك طيب نذكر دائما بالعواجل مصدر سياسي إسرائيل يقول بأن تل أبيب تتجه للرد في العمق الإيراني هذا ما كنا نتحدث حوله زياد زياد أيضا ما بحث في هذا الاجتماع في مجلس الحرب ومدى تأثير الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني على الحرب في غزة بمجملها هذا صحيح هناك تأثير وعمليا بالأمس هذا الأمر خطف الأضواء عن حرب غزة ولكن بالنسبة لإسرائيل الآن الحرب الحقيقية ما تزال هي الحرب على قطاع غزة وقضية رفح اليوم قررت إسرائيل أن تجند لواءين إضافيين من الاحتياط لإدخالهما قريبا إلى قطاع غزة مكتب نتنياهو نفع أن يكون قرر وقف عملية رفح بسبب التصعيد مع إيران قالوا في إسرائيل أن المخططات ما تزال وفق الجداول الزمنية المعدة لكن بدون أدنى شك أن اندلعت مواجهة أوسع مع إيران هذا سيؤثر كثيرا على الأداء الإسرائيلي أيضا على كافة الجبهات أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حالبي ترجمة نانسي قنقر